لكن سنن الاحتفال إيه؟ يعني مثلاً اللبس الجديد، الإغتسال، أنك تروح المسجد من طريقه وترجع من طريق تاني السنن دي اللي احنا يمكن... السنن والأداب دي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا والشريعة الإسلامية علمتنا أن احنا عندنا بعض السنن والأداب اللي المسلم يجب أن يلتزم بها من أهم هذه السنن فكرة الاغتسال والتطيب وده دليل على أن الإسلام مش بس دين النظافة لا ده دين الجمال إن الله جميل يحب الجمال فتلاقي أن أنت مأمور إذا ذهبت إلى المسجد يا بني آدم أخذ زيناتكم عند كل مسجد فمأمور من ضمن السنن والأداب لاغتسال، التطيب، لبس أجمل الثياب كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده بردة عنده زي خاص بالأعياد ومقابلة الوفود من جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأحنا مأمورين بكده الاغتسال، التطيب، لبس أجمل الثياب وإن أنا أشتري الأولاد لبس جديد يحضروا به صلاة الأيد ويخرجوا به مطلوب مني برضو فكرة الذهاب إلى المسجد والصلاة وفكرة الذهاب من طريق والعودة من طريق ويمكن العلماء لما جم يتكلموا على فكرة ليه نروح من طريق ونرجع من طريق البعض قال لأن الملائكة تقفوا على مفترق الطرق تكتب الخارجين للصلاة والبعض الآخر قال كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لمصلاه من طريق ويعود من طريق آخر حتى يسلم على أكبر عدد من المسلمين يمكن أنا رايح من الشارع ده قبلت ناس وأنا راجع من طريق تاني آياب الناس تانية أهنيهم من ضمن الأداب اللي عندنا والسنن في العيد فكرة إظهار التكبير التكبير في الطرقات وأنا واخد زوجتي واخد أولادي ورايح للمسجد أكبر وارفع صوتي بالتكبير أظهر هذه الشعيرة تعظيما لله عز وجل وتعظيما لشعائر الله عز وجل من ضمن الأداب اللي مطلوبة أن أنا أجلس وأصلي صلاة العيد وأستمع إلى الخطبة ويمكن ده حاجة كتير من المسلمين للأسف الشديد ينروح متأخر شوي ينروح متأخر عن الصلاة ينما هم استعجل جدا بعد الصلاة مع أننا دايما بنؤكد أن صلاة العيد وقتها بيبقى أليل وخطبة العيد وقتها أليل بتحمل بعض المعاني الإيمانية كده اللي بنذكر بعض بيها فمن السنن أن أنا أقعد وأستمع لخطبة العيد ولو جزء من خطبة العيد ثم بعد ذلك أهني أقاربي من سنن العيد وأداب العيد في عيد الفطر الإنسان يفطر قبل ما يخرج للصلاة ليه؟ لأن أنت قبله كان صيام رمضان فأنت كده بتعلن صيام انتهى فتفطر قبل الخروب للمصلاة لكن في صلاة العيد الأطحى من السنة أن أنا أفطر بعد ما عود من الصلاة يعني أروح الصلاة بدون طعام وأرجع من صلاة العيد أكل خاصة إذا كنت مضحيا السنة أن أنا أتبح بعد الصلاة فصل لربك وانحر ثم بعد ذلك أكل من الأطحية بتاعتك